شدد محافظ محافظة لحجل واركن أحمد عبدالله التركي على ضرورة وضع آلية لفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي لتحصيل المديونية البالغة أكثر من مليار ونصف مليار ريال ووجه المحافظ التركي خلال ترأسه اجتماعا للإدارة العامة للمؤسسة ومدراء الإدارات وجه بصرف حوافز مالية للعاملين الفنيين الميدانيين وشراء سيارة نقل جديدة للحقل الماء بمنطقة مغرس ناجي بمديرية توبن واشهد المحافظ بالدور الوطني الذي يقدمه عمال مؤسسة المياه بالمحافظة والقيام بواجبهم تجاه المواطنين داعيا إلى بدل المزيد من الجهود حتى ترتقل خدمة للمواطنين إلى مستوى أفضل لضمان ديمومتها